في ظل انتهاكاتها اليومية المستمرة وقوبيل مفاوضات جينيف بساعات قليلة أقدمت الميليشيا الإنقلابية على اختطاف ثمانية مواطنين من أبناء مديرية الشعير بمحافظة إيب وسط اليمن في إحدى نقاطها الأمنية واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد أن نهبت ما لديهم من هواتف وأموال ووثائق شخصية هكذا تقول المصادر كما يتعرض الكثير من المواطنين للاختطاف اليومي في الكثير من النقاط الحوثية وتجبر أسرهم على دفع مبالغ مالية لإخراجهم أضف إلى ذلك مواصلتها التنكيل وتعذيب أكثر من ثلاثة آلاف مختطف يقبعون في سجونها سرية والذين توفى منهم حتى الآن تحت التعذيب مئة وعشرون مختطف وتقوم بابتزاز أسرهم ماليا وسياسيا وهو مؤشر على عدم جدية الميليشيا لإنجاح مشاورات جينيف نوعية هذا المختطفين عبارة عن مدرسين محامين حقوقيين أكاديميين ذكات رد جامعات كل أطياف المجتمع عمال كثير من هذه الناس ليس لهم علاقة بالحرب ولا بالسياسة رابطة أمهات المختطفين من جهتها سارعت بمطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غيري فيث بالضغط للإفراج عن المختطفين كخطوة لبناء ثقة نحن نطالب أولا بإطلاق صراح جميع المختطفين دون شرط أو قيت ثانيا إظهار المختطفين المخفيين قصرا الذين لا تعلم أسرهم عنهم إلى الآن أي شيء ملف المختطفين ملف مطروح على طاولة المفاوضات من مفاوضات جينيف واحد واثنين وإلى مشاورات الكويت ولم يتحقق فيه أي إنجاز ملف المختطفين والمخفيين قصريا في سجون الميليشية الإنقلابية ملف شايك ومعقد وترفض الميليشية الإنقلابية مناقشته في أي مفاوضات فهل سينجح المبعوث الأممي في طرحه على مائدة المفاوضات مجددا أم سيفشل في ذلك محمد الحزيفي الإخبارية تعز